أنا بكرة إن شاء الله حزي على حضراتكو حلقة من داخل مركز العزيمة لتأهيل لمرضى الإدمان والمكان ده في مدينة بورسعيد، مدينة بورفؤات سجلت فيها مع متعافين من الإدمان والمسؤولين عن المركز وتجربة إعادة والتأهيل ودمج المتعافين من الإدمان في المجتمع الحقيقة الفكرة بالعمل، فكرة العلاج بالعمل فكرة هيلة جدا واجب إن أنا أوجه الشكر للدكتورة نيفيني الأباج وزيرة التضامن وأيضا للدكتورة عمرو عصمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن الدور المهم جدا اللي هتشوفوه بكرة في الحلقة إن شاء الله اللي هما بيبزلوه وعايزة برضو في الآخر ومن الآخر عايزة أقول إن أنا ما زلت بقى طالب بعمل تحليل مخدرات لكل طلبة مدارس مصر سنة وعام صناعي، تجاري، أظهر وكل وتحليل مخدرات لكل طلبة الجامعة في مصر نتكلم على جامعات حكومية، جامعة الأظهر، جامعات خاصة وربنا يحمي يا رب شباب مصر كلهم إلى اللقاء